اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استسلمي للامر الواقع مع دخول الام لشهرها التاسع ومع قرب الولادة سافر زوجها فجأة للعمل ذهبت الام للولادة فاخبرت طبيبها بانها سوف تتطلق اذا انجبت بنتا فقال الطبيب سوف نخبر زوجك بانك انجبت ولدا ومات اما طفلتك سوف ندفنها الحية حزنت الام على هذا القرار ولكن ماذا عساها ان تفعل حيال زوجها ولدت الام وذهبت هي وصديقتها لدفنها وعيناها الام تذرف دما ليس دمعا فهذه ابنتها رجع زوجها وحزن على ابنه الذي مات ولكن لا حول ولا قوة الا بالله بعد مرور اسبوع اصبحت الام تحلم يوميا لقسلتها المدفونة وهي تنادي ماما انا جائعة تعالي ارضعيني ذهبت الام الى الشيخ فاخبرته بالقسة كاملة فرد عليها اذهب الى دفنتك فانها مالها حية لم تصدق الام فاخبرت صديقتها وقالت الاخيرة فالنعمل على قول الشيخ في اليوم التالي ذهبت الام مع صديقتها الى المكان الذي تم فيه دفن القسلة فبدأت الام بالحفر وتوقفت لانها لا تصدق بان ابنتها حية فاكملت صديقتها عنها هنا كانت المفاجئة الطفلة كانت كما وضعتها امها الطفلة ما تزال حية حملت الام طفلتها الى صدرها وهنا كانت الصاعقة عندما وجدت الام طفلتها على قيد الحياة واخذتها لترضعها حدثت اكبر هزة في تاريخ البشرية نفقت الطفلة وقالت يا من تخليت عني يا من تخليت عني لا اريد من حليبك اريد حليب نيدو اريد حليب نيدو اريد حليب نيدو اريد حليب نيدو اشتركوا في القناة